اليوم باش نحكي لكم على بنوك موازية وعلى اطراف تتحوز على اموال رهيبة ممكن اكبر من الدولة التونسية اطراف تهرب العملة اطراف تمول السوق الموازية وكلام برشا على الناس هذية هل هي متهمة بتبييض الاموال هل هي فوق القانون الدولة تزمجر وتقول انها ستتخذ اجراءات لكن الاجراءات تبقى لسنوات والغول هذا يكبر يوم بعد يوم احنا اخترنا ريبرتاج لانسان ربما بسيط في نظركم لكنه واحد من الامثلة اللي ممكن نعتمدها لانه صغير برشا هذا مثال بسيط لكن فما غول الاخرين قدوا هو الف مرة انسان عنده بيت متاع فلوس شوفوا كيفيش حكينا معاه ودردجنا ومبعدنا رجعوا للريبرتاج اليوم باش نحكي لكم على رهبين تونس شاب غامض يتحدث على مبالغ مالية طائلة يملكها يحكي على ملاير عنده فيديوهات توري غرف كاملة بالعملة التونسية واخرى اجنبية الشاب هذي شنية قصته شنية حكايته يبحث على الظهور الاعلامي والبوز ولا هو ملياردير حقيقي يعيش بين تونس وليبيا وهو اصيل مدينة قبلي في الجنوب التونسي اسمك فتحي هكا وليه فتحي الرابطي بيه فتحي شنوه تخدم نخدم في الحوت نشري ونبيع سمسار انت حوت لا نشري ونبيع انا نشري فورنسير نشري من لابرات ومن لسواق ونهز للقزرنات للوتلة لسبطارات الى غاية ذلك اه 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 وريت مبالغ مالية طائلة انتع فلوس بيت كاملة ولو جوز بيوت انتع فلوس دبارك الله يعجز الانسان على عدة ها او عن وصفة او عن وصفة او عن وصفة شي حكايت انسان نخدم على روح نشري ونبيع ما عنديش الاصراف ما عنديش الاصراف اما عنديك بانكة فالدار شنية الحكاية الفيديو اللي وريتونا ما عتها غريب عجيب ما يثمش حتشي غريب اه اخويا محمد انسان نخدم على روحي عندي فلوس موثقة في البنوك نخدم بين تونس وليبيا ما عنديش الاصراف كما قتلك كل شي موثق ما عنديكش الاصراف مسيلش هيدلي ديك سمحني دخلنا حلا حلا هيديك حلا هيديك حلا هيديك دبارك الله بيه هذي اذهب خالص هكا ولاي حصلوا جملة تقريبا قريب المئة وثلاثين اللي بيستوى في هيد واحدة مئة وثلاثين مليون اذهب ايه مئة وثلاثين مليون تقلد في شكون ولا انت بطبيعتك هكا انا بطبيعتي هكا ما الصغرى هكا انا باللي انا صغير مغروب بالذهب كنت في تاليا قبل كونت روحي في تاليا جيت لتونس استثمرت في لونسي عملت علاقات بين تونس وليبيا نخدم على روحي الحمد لله بيه قدش قعدت في تاليا من عام قعدت تسع سنين انا امام احتمالين لا ثالثة لهما اللي يقعد تسع سنين في ايطاليا ويرجع بمليارات وانت تحكيلي على مبالغ طائلة اما لص او تاجر مخدرات او تحصل على ثروة مشبوهة ما نعرفو شو من يجيب كنت في تاليا خدمت في الفلاحة كونت روحي من غادي سمحني شنون فلاحة شخدمت كنت نخدم في الفلاحة شنون خدمت نخدم في العنب نخدم في الفريز نخدم في حاجتك هكا في الفلاحة سليسمعوا في كتاوة اكبر واغلى يوم عمل في ايطاليا العمل الفلاحي مئة اولو اي صح ها صحيح في تسعة سنين متنجامش تعمل ثلاثمائة تلف اولو تحكيلي انت على مليارات سمحني راو كان انا باش نصدقك فما ليتفرج فيك سيقول موسيلة ما لا انا كنت في تاليا قاد يتقربي تسعة سنوات في اوروبا خدمت على روحي عملت الفلوس عملت الفلوس بالغابرة لا ما نخدمش مخدرات لا 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 انا بالعكس ضد المخدرات وشون نخدمت نخدم نخدم في الفلاحة نخدم في الفلاحة وعملت عملت الفلاحة موسيخدم كيف انا عملت هذا الفلوس فأسر هيل اة بكل صراحة كلت يعني فمتني نحط في فلوسي في مسائل او نربح Ashley ما هو المسائل المسألة هذي نحط فلوسي فهمتني في كما قلوا نحن كيفاش نشرح لك يا محمد يعني نحط في فلوسي يعني في الأسهم ربحت فلوس ولكني جاهلوها برشا الناس ربحت فلوس الحمد لله انتي في البورسة معني هتقصد بارك الله فيك في البورسة من خال يا سيفتك؟ يعني نفوم بتاع سيزياماني بريمير ها؟ سيزياماني بريمير ساد سبتي داي ساد سبتي داي بشيت الليبيا وعندك صور اللي انتي مسور في غرف بتاع فلوس بتاع فلوس صحيح ولاي؟ اي صحيح صحيح نخدم في الليبيا نعمل فلوس غادي نحولها في الجواء السفر نعدها بالدولار لتونس والحمد لله والأمر متيسر والحمد لله سي فتحي في ليبيا بش تعمل غرف بتاع فلوس ولا غرفة بركة بالحجم اللي وريتولي رك تحكي على مئة المليارات لا مش مئة المليارات اه يعني ما نش ارشي بلياردير او ملياردير مش كي يعني انسان يتحدى في اثريق تونس انسان عندي فلوس برشة فلوس الحمد لله الأمر متيسر والحمد لله من ليبيا كي بجبتها؟ نخدم في الحوت عندي محلات في ليبيا عندي شركاء في ليبيا في تاجورة في جنزور في قرقيرج في الدريبي في غوت الشعال عندي فهمتني ايادي يعني في ليبيا وانا اقول لك اللي عنده فلوس بحجمك انت وتقولي نشتغل في الحوت اما وراءه ميليشيات سرقت بنوك في ليبيا وعبثت بيقوت الشعب الليبي وهذي كما تنجم تكون إلا فلوس دم هذا الكلام اللي قالوا حتى خيلنا في ليبيا قالوا ما ينجم يكون إلا لص من اللصوص الكبار باش ينجم يحصر على فلوس في ليبيا هكيك ننفي الشي هذا انا قلت لك عندي محلات في ليبيا نختم محلات شنو؟ محلات التاحوت لكننا مش نستدلك مسألة هاتو برهانكم إن كنتم صادقين وهات برهانك انت كيفش لمت الفلوسين؟ الفلوس هذي كما قلت لك كل شي موثق في البنك سنترال عندي في ليبيا عنديش حولت لتونس على البنك سنترال؟ والله المبلغ المبلغ هذه نحب نستحفظ بها النفسي وكاو منحبش نصرحها بحتها مبلغة نس كلها تعرف عندي الحمد لله اليوم في تونس نحكيه على طبقة ثرية جدا وأخرى جائعة اليوم رأوا بعض الأطراف تستعرض أموال طائلة في وسائل التواصل الاجتماعي كما الحالة اللي شفتوها أو البعض الآخر لتخل التونس بعد الثورة ويحكيه على كونتنرات متاع فلوس وعلى مالية لا يمكن معتها حصرها الناس هذوما منين جابوا الفلوس أثرياء ظهروا وعددهم بالألاف بعد 2011 في بلادنا والناس كل يحكيه أنه كانوا يعرفوهم قبل الثورة ما عندهم شيء الناس هذوما كيف تحصلوا على المليارات ظهر لي أسئلة التونس كل يطرحوا فيها ونتعمت بش نطرحها في الحلقة هذية مع احترامي الكبير للشخص هذية لأنه على الأقل تجرأ وتحدث بعد ما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي يحكي على فلوس بالهبلة ما تتحصرش شو رأيك يا سيموعز؟ إما أن أكون أنا مجنوناً أو أن يكون هو مجنوناً هذا الشخص عرض نفسه الآن للمسائل القانونية هذا في بداية قبل نظرة على الأمور القانونية لنحكي على ألاف كيف هو اللي في الشارع نسمع بهم عنده بفلوس هناك ما نعرفوش حدها شوف أثناء الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية وأثناء الحروب كذلك حال ليبيا ينشأ أثرياء جدد مثل ما ينهار أثرياء قدامة في تونس نشأت هذه الظاهرة خاصة بعد ثروحة حتى في عاد بن علي ظاهرة أثرياء جدد هناك أثرياء الآن من كبار رجال أعمال في تونس لا يمكن أن تفسر منطقياً وموضوعياً كيف تحول إلى أحد كبار الأثرياء وعن أموال كبيرة تدور في السوق السوداء اللي يقولوه وهو السوق الموازية هل القوانين الصارمة التي شرعها المشرع التونسي في العشر سنوات الأخيرة وصلنا إلى حدود أن المواطن التونسي إذا يهز أكثر من مبلغ ثلاثة رفدنا يمكن للدولة أن تسأله من أين لك هذا؟ هذا عطل كل شيء عطل نظام اقتصادي كامل عطل نظام الأسواق عطل الحركة التجارية أنا مع مراجعة كثير من القوانين لكن من حق الدولة أنت شوف حتى القوانين مكافعة الفساد في تونس لا تبيح للدولة أن تسأله تسأل الموظف فقط؟ الموظف يسأل ما أين لك هذا؟ بقية المواطن لم تطبق عليه هذا لم تطبق على المواطنين الموجود الآن هناك أموال طائلة تدور في أسواق الموازية كان على المشرع اللي هو سيبدرديل جامودي أو من معه من النواب أو في وزارة المالية أن تقترح القوانين يجب أنه يسر حركة الأموال نحن ضيقنا الحركة التجارية في تونس كبلناها تماماً ضيقناها خنقناها المواطن تونسي مخنوق في كل مكان أنا نتحدث عن حركة التجارية العادية أنت تمشي السوق طواء أسبوعي سوق ليبيا ولا سوق اللي هو سوق لحد تمشي إيش مش تلقى؟ تلقى نصاب ينصب قاعد يبيع مش يحصل رصيدة بتاع سبعة عشر ألف عشرين ألف دينار في الأسبوع كي يخجروا تسأله العدالة وبمكاني عنده وقد فتحنا أبواب الرشوة في هذا والمواطن تونسي كي سألوه ما شنو أهز المبالغ هذه؟ علشو قول لك المسائلات هناك تناقضات في القوانين هؤلاء وكثير هم برش هو امتلك الشجاعة باش يتكلم وربما يبحث عن الشهرة وهذا من حقه لكن الكلام الذي ذكره لا يقنع وغير مقنع وليمكن أن يقنع عني أنا ولست غبياً كانت أقتنع به يعني الكلام اللي يحكيلي فيه أنا وراكم ثروة من جني العنبة والطماطم في إيتاليا أو من بيع السمك في ليبيا أنا بدءاً من الغد سيتحول إلى سمات ولكن أولاك السيد السيد قال لك أنا هذا كل شيء موفق وقال لك أنه أموال دخل عبر البنك المركز أحنا ورينا الريبورتاج هذية لطرح أسئلة على الدولة اليوم عنا بضائع تتدفق عبر الحدود البرية أو حتى البحرية على بلادنا قيمتها بمئات إن لم نقل ألاف المليارات البضائع هذية كيفاش يوقع تمويلة منين يجيبوا الفلوس باش يدفعوها وتدخل لبلادنا كيف كيف؟ بعض المطاعم الفاخرة للقيمة المالية انتاحها بالمليارات منين وقع تمويلة؟ بعض الأطراف في تونس اللي كانوا عمل عاديين فجأة بعد ثورة وليت عندهم سلسلة من المعاهد والمدارس الخاصة من فئة خمس نجوم الناس هذومة منين يجيبوا الفلوس أيضا العمارات لقاعدة التبناء في البلاد الفلوس والتمويلات انتاحها منين تجي بعض المراقبين يقولوا أنه فما أموال ضخمة موجودة في الأسواق الموازية تنجمت فوق ميزانية الدولة التونسية وتمتلكها الكناطرية ورجال الأعمال وما تدخلش للبنوك التونسية وأنتم في مجلس النويل تتحدثونا سراً وعلناً على هذا الموضوع واذا بيدك سيبادر الدين؟ لا نتحدثوا كعلنا نتحدثوش سراً موضوع هذا أثرناه مع السيدة وزيرك المالية في أكثر من مرة والثار بحدة لما ناقشنا قانون المالية قانون المالية لانتظرنا فيه إصلاحات جبائية تستوعب هؤلاء اللي هما خارج السوق المنظمة لعلمك أنه تقديرات وهي تقديرات متفاوتة من جهة إلى أخرى ولكن تم إجماع اللي السوق الموازية سيطر بين 50 و60% من الاقتصاد الوطني يعني 50 و60% ما هوش خاض على الضريبة ما هوش منظم ما تنجبش تراقبه وهذا فيه مخاطر على الاقتصاد وعلى النسيج الصناعي وعلى كل شي حتى حتى على الجانب الأمن والمشكل أو السوق المنظمة علش هؤلاء ما يصرخوش علش ما همش ديكلاري علش ما دخلوش السوق المنظمة أنا أقول لك ثم عباد كانت موجود السوق المنظمة وسكرت البتين ده وخرجت لماذا؟ لشتت للجباية المفردة الجباية المشتة خلت لعبات تغلق محلاتها يا سي جامودي هذو مصغرات لا لا حتى حتى الكبارات توجيك الكبارات خمس الكهديكة أحكيلي على الكبارات لقتضتهم الحزاب السياسية سيب عليك بالحزاب السياسي محمد لا 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 يا معز ذكروا أنه أكبر المهربين والكناطرية ومن بيض الأموال في تونس وتتعلق بهم كبرى القضايا كانوا ينسوا داخل الحزاب السياسي يا محمد لا تفكر لي شكال موتا نجوبك على موضوع الأحزاب السياسية المافيا توظف الأحزاب السياسية وتوظف الإدارة وتوظف الهم لذلك في البلاد كله توظفه في خدمتها هؤلاء كانوا مجرد خدم لدى المافيا فقط ليس قليل حزاب السياسية وهم يعملوا مع اليمين ويسار ويعملوا مع الناس كل وشفناهم في فترة وفترات النهضة إلى تونس رغم تناقضين ويقوموا مع بعضهم ولكن سيكون جمعتهم جمعتهم من المافيا المالية الاشكال وين أنت قلت على الكبارات كانوا كبارات في علاقة بالتجارة أمام الطرفية في المعاليم الموظفة وعلى الواردات في علاقة بالدوانة سيلي معدوش يعدوا عن طريق البرت ويعدوا عن طريق الجزائر وقوافل قدام عينك تنجم تخرج بالتجارة ونعطيك هوقات محددة تشوف القافلة وكتش تتعدى كلها تتعدى بضاعة يا قطوريدة عن طريق الجزائر ومن الجزائر تدخل عبر الحدود البرية وتمات كام في الجم وتمات في بنجردام وتمات في الأسواق هؤلاء هربوا من الجبائي المشططة بالتالي وذا قلناها للسيدة وزيرة المالية في أكثر مرة وسع القاعدة من الجبائي وسعها وخفاً في معاليم الجبائي تستوعى نسبة كبيرة من هؤلاء إضافة إلى الجبائي ثم بيروقراتية إدارية تخلي الإنسان بشبهة مشروع شيحون وريجو يطبوا عليها الرشوة والإجراءات كلها معقدة إذا نقول لك خلنا ناخد في المرش البراليل سيب عليها من هرج هذا سيبادردين ثم أطراف نافذة لا خدمة في السوق براليل ولا خدمة في أي مكان ولهي ما تهربة من الإجراءات الضريبية وإنما هي تشتغل في الظلام هكذا من 2011 وانت يجيه وهي ترتع في بلادنا هيا بالتفقين ما يختلفوش على بعضهم شنو خلي إنسان يخدم في الممنوع إذا كان أنت تبسطه الإجراءات فهمني توا يخدم في بكل الشفافية ومعندوش مشكلة لأنه يبقى دائما مهما تجبر يبقى دي ما خايف أنا رزله أما أحسن يكون ديكراريء ومصرح كل شيء وهي اللي يخدم من تحت خطر أنا في رأيي الهروب هؤلاء من الإجراءات البيوقراطية ومن الجباية المشتة هو الخلايا ينصب الطريقة والنجم وراء وقتها في الوضع الحالي في ظرف اللي عنا أكثر من 50% من الاقتصاد الوطني خارج المنظومة راء عنا مخاطر كبير يسر رأي التهريب اللي التهريب كله مارش باردل اللي التهريب رو ماندوشش قاعدين يهربوا إضافة أنهم لم يهربوا ما ثماش رقابة وللأسف فم تسهيلات من أجهزة كنت حظوا عليها أمنية وديوانية معلومة والجميع يعلم نأكدك من رأس السلطة إلى أي مواطن توسي وأنت تعلم؟ أنا نعلم نعم نعلم تقيق علش ما تمشيش مباشر إلى وزير الداخلية كلام فارر كلام فارر تعرضك القاعدة 7 أو 8 سيارات رئيس المنطقة يعلم به ومعلومة المواقع اللي يمروا منها ودوليات كانت قايمة الذات في البلاسة بيكة تنسى حبتك اللحظة وأنا نقول في كلام هذا من الإعلام المواطنيين كل يعرفوه وهي حقيقة وحتى المسؤولين يعرفوه يقول لك شاري الطريق واللغة هدية موجودة من الشمال الجنوب حال الوقت واليوم والصباح نحن في بداية الحصة افتتحناها بمجلس وزاري وحملة أمنية أدوا السيد الرئيس الجمهورية أنه يعمل جلسة في علاقة بمختلف الأطراف من الداخل في علاقة بالجانب هذا ويوقف الفيرومان بتاع التهريب لأنه لا يهربوا في البضايا يهربون السموم يجبون الأدوية الفازدة يجبون البذور الفازدة النسيج الصناعي لعملات الدولة الوطنية في الخمسينات والستينات والسبعينات الضرب نتيجة بضاعة مضروبة جينا من تركيا شفت حتى البالة وشفت تحويج والبرويتة جينا من تركيا ريف ضايح هذا نتيجة ضعف الرقابة لأنه يعتمد التهريب ونجوها بضاعة قدامنا